عبر وزير الإعلام معمر الإرياني عن أسفه لتجاهل المبعوث الأممي إلى اليوم مارتين جريفت الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الطفلة والمتمثلة بقنص رويدة في مدينة تعز وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن تلك الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني وضمير كل إنسان حر تركت علامة استفهام كبيرة حول حيادية المبعوث الأممي واستمرار تجاهله لجرائم انتهاكات الميليشيات الحوثية وضاف الوزير الإرياني أن استمرار هذا الصمت عن جرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المتواصلة بحق المواطنين في عموم اليمن وفي تعز على وقه الخصوص وآخرها جريمة القنص للطفلة رويدة الوحشي هو بمثاب الضوء أخضر لستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيون بشكل يومي وطالب الإرياني المبعوث الأممي مغادرة مربع الصمت والتوقف عن مداهنة الميليشيات الحوثية والإدانة الصريحة لهذه الجريمة النكراء وكل جرائم الميليشيات التي تشكل وصمة عارم في جبيل الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية اشتركوا في القناة